دعالوا بقى نروح لحدث هو الأغرب حرفياً في تاريخ كرة القدم البرازيلية نادي سانتوس البرازيلي هو نادي من ضمن ثلاث أندية منزلوش للدرجة التانية في مدار تاريخ كرة القدم البرازيلية كلها هو سانتوس وفلامينجو وساوبولو ثلاث أندية بس منزلوه درجة تانية بعد 111 سنة نادي سانتوس نزل للدرجة التانية سانتوس اللي لقى فيه جوهر الصمراء بليه؟ نادي سانتوس النادي التاريخي في البرازيل نادي سانتوس اللي قدم لنا روبينيو لإيس ميلان اللي قدم لنا الهدف التاريخي للبرازيل دلوقتي نمار من نادي سانتوس كل ده نادي سانتوس نزل درجة تانية جمهور نادي سانتوس بقى كان صدا أو رد فعله قوي جداً هما نزلوا الاستاد وحاولوا يعملوا مشاكل كتيرة جداً مع اللعبة ومع غيرهم طبعاً الموضوع مش سهل يعني هما اتغلبوا من نتيجة اتنين واحد أمام فورتاليزا بالجولة الأخيرة في المنافسات للدوري وسانتوس زي ما قلت لحضراتكم هو من ضمن ثلاث أندية بس لم يزلق ليهم الهبوط في الدرجة التانية وهما ساوا باولو فلمينجو وسانتوس بعد انتهاء المباراة الجماهير عملت طبعاً غضب جماهيري كبير جداً عملت مشاكل في الملعب وبرى الملعب بقى لما سيطروا على الأمن سيطر على الموضوع في الملعب يعني ببرى الملعب بقى تكسير سيارات يعني على حسب مقالة الشرطة أن فيه أعمال خراب حصلت في محيط الملعب وقام المشجعين بنها ببعض المتاجر وولعوا النيران في حافلات السيارات الخاصة كمان يعني حسب مقالة الشرطة طبعاً ساهم الأسطورة الراحل بليه في جعل سانتوس أحد أشهر أندية كرة القدم في العالم واشتهر اسم الفريق البرازيلي في الخمسينات والسنتينات طبعاً بعد تحقيق عشر بطولات للولاية وست ألقاف في الدور البرازيلي وطبعاً التتويج بكوبا لبرتادوريس يعني بص كل اللي تقدر تقوله في نادي ممكن تقوله على سانتوس سانتوس من ضمن الأندية اللي فازل بكسر عام الأندية من ضمن الأندية التاريخية في كرة القدم يعني لكن أقدم لعيبة ومميزين كمان مهاجم نادي إيسي ميلان السابق روبينيو زي ما قلت الحالاتك أفضل هداف في البرازيل نمار ومهاجم ريال مدريد رودريجو كل دول أسامي كانت من اللعيبة اللي طالعة من سانتوس هبوط نادي سانتوس ده مش شيء عادي في البرازيل يعني ده نادي الأكثر شعبية في البرازيل كان رد فعل أيضاً لنزول سانتوس نمار لعب منتخب البرازيل ونعب نادي الهلال السعودي قال سنتحك مجدداً ده اللي كتبه نمار على السوشيال ميديا عنده لعب نادي الهلال السعودي طبعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي لأمقال سنطحك مجدداً هبط فريق سانتوس وحصل اللي حصل ده وهبط كمان نادي جوياس وكورتيبة وأمريكا مينيرو لدور الدرجة التانية البرازيلي ولكن رد الفعل بالمناسبة كورتيبة بيلعب فيه إسلام سليماني مهاجم منتخب الجزائر طبعاً كل ده يوديك في حتة أن أي حاجة ممكن تحصل في الكورة سانتوس نزل درجة تانية يعني ده خلاصة الكلام النادي الأكثر عراقة في البرازيلي نزل درجة تانية